عمليات جراحية جد معقدة لأطفال الشلل الدماغية الذين حرموا من المشي هي تلك التي يجريها البروفيسور نجيب خوري من مستشفى نيكار الفرنسية بمستشفى بنزرجب لعين تيموشانت نصدف البروفيسور نجيب خوري يخدم في المستشفى نيكار لكي يعاون في عمليات معقدة تدرى لبعض الأطفال المصابين بحالة الإعاقة الحركية في المشي في الشلل الدماغي تقدمنا خبرات أجنبية لكي يعاونونا في هذه العملية لكي نكتسب الخبرة لكي نقوم بها أخرين إن شاء الله نخدمهم من واحدنا لدينا برنامج جيد مع أطفال من كامل تراب الجزائري لنعملوا الفحص ونسيوا برنامجهم في المستقبل إن شاء الله أطفال في لاج عجر سنوات إلى سن مراهقة من الشلل الدماغي يحصل لهم تدهور في المشي وفي الحركة هذه العمليات تسهلهم لكي يكون عندهم مستقبل أحسن في الحركة وما يكون خمسة أو ست مرضى هم عمليات معقدة ومعقدة جدا لأنها ستكون أبالي شيرجي ميولتي سيت مرضى من مختلف ولاية الوطن يستفيدون من هذه المبادرة التطوعية والتي يعتبرونها حلما كاد الأمل فيه أن ينطفئ جيت هنا وعرفت باللي يعملوا عمليات ناجحة وعرفوا المعاناة تع كل أم جزائرية اللي ما عندهاش الوسائل بيش تشيل فرنسا ولا بيش تدوي في مكان آخر في الخارج مبادرة طبية إنسانية يستفيد منها المرضى من تحقيق حلمهم بعد سنين من المعاناة موسيقى